اشتركوا في القناة وتخليك فعلا تستمتع بالتعلم مهما كانت سواء قراءة كتاب حضور دورة على اليوتيوب أو حضور دورة مباشرة أو إلى آخره فلما أنا أجي أحض نية التعلم باستمتاع مهما كانت الطريقة صدقني صدقني هذا الشيء راح يرجع لك بطاقة كلش حلوة أيضا قبل ما أبدي نواية أنه أنا أشرح لكم الموضوع بسهولة بحيث يعني تقدر تفتهمه بسهولة لأن الموضوع لبعض الأشخاص يشوفوه معقد لكن إن شاء الله راح أشرحه لك بسهولة حتى تفتهمه وتطبقه بحياتك خليني أطيك مثال شايف نفسك إذا كان عندك حفلة أو مناسبة معينة وأنت انعزمت ورحت رحت وأنت لابس وكاشخ ولابس هدومك الحلوة ممكن هدوم جديدة ممكن عطار جديد ممكن مثلا بنسبة لنساء مكيات جديد أكسسوارات ذهب أحجار كريمة الأخري وتفوت للقاعة أو للمكان بثقة وبطاقة تحس نفسك يعني بس التوبس يعني فهذا ليش؟ هاي الطاقة من جتك؟ هاي المشاعر من جتك؟ جتك من توافق ذبذبي مع الأشياء اللي اتلابسها؟ ممكن عنصر يتوافق ويا عنصرك مثلا تلابس ذهب وعنصرك معدن أو لابس أحجار كريمة وعنصرك أرض ممكن الألوان اللي انت لابسها في هذا المناسبة تتوافق مع عنصرك وطاقك فهذا دليل على التأثير الطاقي للألوان أو الأحجار الكريمة أو المأدن مثلا من ذهب من أحجار من ملابس ملونة من بتاع كله على علينا وعلى طاقتنا وعلى هالتنا وعلى مشاعرنا أيضا فراح أشرح لكم كيف من ناحية فلسف الطاقة المكان للفونج شوي إنه احنا ممكن نستغل هذا الشي بأربع جوانب مهمة بحياتنا جانب الثروة جانب الثروة والنجاح طبعا جانب العلاقات اللي تريد تزوج أو اللي تحاسل علاقاته ويا الناس ويا الأصدقاء الأخري وجانب الصحة إذا أتتريد تكون كجسد رشيق أو بصحة وبعافية وجانب التعليم حتى نعرف هاي الجوانب شون يتأثر علينا مهم جدا أنا أعرف عنصري الطاقي وشون أنا أعرف العنصر؟ نعرفه من الرقم الطاقي الإنسان عنده أربع اتجاهات إيجابية وأربع اتجاهات سلبية طبعا الإيجابية ذكرت لكم أنه هي اتجاه النجاح والثروة اتجاه الصحة اتجاه العلاقات واتجاه التقدم الشخصي من حكمة تعليم دراسة لكن للأسف الاتجاهات السلبية اللي هي اتجاه الحظ السيء تصير حياتك مأساة اتجاه أيضا الخسارة الكاملة وهذا من أسوأ الأسوأ 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 الاتجاهات اللي ممكن تواجهه أو تنام به أو تجلس به تخسر كل شيء تخسر فلوسك تخسر بيتك سيارتك حتى أحبابك أيضا واتجاه النزاعات اللي خليك متخاصم ويا الكل والناس كلها تتخاصم وياك واتجاه المرض اللي هو أيضا سيئ جدا جدا فمهم جدا أنك تعرف رقمك تعرف عنصرك حتى تعرف اتجاهاتك الشيء المهم اللي أنت لازم تعرفه أنه كل شخص رقم يختلف عنه الآخر فلهذا عنصره يختلف عن الآخر اتجاهاته تختلف عن الآخر فممكن أنه أنت رقمك مثلا خمسة أنا رقمي ستة عنصرك إنت معدن أنا عنصري أر اتجاهاتك تختلف اتجاهاتي تختلف إن شاء أنا رح أستخدم هذه الاتجاهات أو أستخدم عنصري أو أستخدم حتى رقمي بحياتي حتى تستفيد من رقمك الطاقي وأنصرك واتجاهاتك طبعا لما تنام السغير يكون بالاتجاهات الإيجابية إليك رحنا إلى كنبة أو مكتب أو لقاء مثلا ويعني أشخاص فيكون اتجاهك الإيجابي أمامك على سبيل المثال لو كانت تكلم عنها بعديا بالتفصيل ولما تجلس يكون اتجاهك الإيجابي مواجه إليك يعني أنت قاعد على مثلا أحد اتجاهاتك الإيجابية هي شمال غرب مثلا فيكون الشمال الغرب أمامك فأنت رح تاخذ طاقته أو سريرك يكون باتجاه الشمال الغرب حتى وإنت نايم تاخذ منطاقة هذا الاتجاه الإيجابي إليك فيأثر إيجابيا على حياتك وهذه الاتجاهات حسب ما أنت تريد تريد مثلا الثروة المالية والنجاح تنام وتجلس باتجاه النجاح والثروة حسب اتجاهك الخاص أنت اللي متأخر زواجه ينام ويجلس باتجاه العلاقات اللي عنده يعني تدهور بالصحة أو مثلا حاب إنه يكون بوزن مثالي أيضا ينام ويجلس باتجاه الصحة إليه واللي مثلا عندهم كيحانات بالجامعة أو يريد زيادة وعي أو يريد يعني يطور من نفسه في هذا المجال يجلس وأيضا ينام في اتجاه التقدم الشخصي والتعليم إليه أسه مثلا أحد الأسيشون أني أعرف رقمي حتى أعرف كل هذا الحجل اللي إتي قادة تهجين عني ببساطة رح نتكلم كل يوم على رقم معين ونأخذ العنصر مالته وشن الأشياء اللي سويها شن الملابس اللي يلبسها شن الألوان شن ينام وشن يستغلها حتى ألصر عليكم لخبطة بالمعلومات فخليكم متابعين السناب هاي الأيام كل يوم رح نتكلم على رقم معين أو تفاصيله فاليوم رح نتكلم عن الرقم واحد منهم الأشخاص اللي رقمهم واحد شن الأشياء المناسبة لهم شن يحسن الثروة بحياته حسن صحته علاقاته بقية الأم وشن يستفاد من رقم الطاقي وأنصره رح أشرح لكم اليوم كله عن طاقة الرقم واحد طبعا من المفيد جدا جدا إنه يكون واجهة بيتك أو واجهة باب مدخل بيتك أو حتى مكتبك باتجاه الثروة والنجاح إليك حتى يكون طاقة بيتك هي مصدر لجذب طاقة النجاح والثروة إليك سواء بيتك أو مكتبك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الماء هذا الشي مهم جدا إنك تعرف رقمك وتعرف أنصرك يعني مثلا لو كنت أنت مواليد 1972 من الذكور رقمك واحد أنصرك الماء أو كنت مواليد 77 رقمك هو بالنسبة للاتجاهات الإيجابية مثل ما قلت لكم يعني هذه هي الاتجاهات الإيجابية لكم لمواليد رقم واحدة عفوا لرقمهم الطاقة الطاقة رقمهم واحد ابتعدوا 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 عن هذه الاتجاهات لأنسبب لكم الحظ السيء النزاعات المرض والخسارة الكاملة ومثل ما قلت لكم أسوأ وواحد أوكي وهذه السلبية حاول إن قدر الإمكان تبتعد عن هذه الاتجاهات اللي ما يكون هو الخسارة الكاملة بالنسبة لكم هو الجنوب الغربي ليش؟ لأن أنت ممكن تخسر فلوسك تخسر سمعتك تخسر شهرماتك تخسر صحتك تخسر أموالك تخسر ناسك أحبابك تخسر كل شيء فمن أسوأ الشيء هو الخسارة الكاملة أوكي أفضل 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 شيء هو اتجاه الثروة والنجاح اللي هو الجنوب شرق لقمهم واحد وبصورة عامة بصورة عامة بصورة عامة بصورة عامة جميع الأرقام أفضل أفضل اتجاه هو الثروة والنجاح إذا مثلا حتى لو تصور سناب هسأني مثلا قاعدة دا أصور سناب باتجاه الثروة والنجاح اللي هي في كل مرة هاني أسجل دورة أو أصور سناب يكون باتجاه الثروة والنجاح اليه أحرص على أنه تكون بيتك باتجاه الثروة والنجاح أو مكتبك باتجاه الثروة والنجاح أو حتى إذا أنت جالس على المكتب تكون مواجه لاتجاه الثروة والنجاح بالنسبة للبيت إذا تأذر عليك هذا الاتجاه ممكن تختار أحد الاتجاهات الإيجابية إليك ممكن الصحة ممكن علاقات ممكن تقدموا شخصية وبالنسبة للبيت أنا قاعدة دا أحكي على المعين للمنزل سواء إذا كان الزوج أو إذا كانت الزوجة بعض الأشخاص يقولون أنه أنا وزوجي ممكن آئلة إنه الزوج والزوجة هم يعني مع بعض يصقفون على البيت زيني شون هيحددون اتجاه البيت ممكن تاخذون اتجاه يوافق اتجاه الزوجة واتجاه الزوج يعني تلاقو لكم أحد الاتجاهات اللي تناسبكم اثنيناتكم إيجابية تكون لكم وتختارون الاتجاهات وبعد ذلك تحرصون على أنه يكون السرير أو مكان جلوسكم هو باتجاه ثرون نجاح عدا ذلك أيضا بصورة عامة هاي الاتجاهات هي حسب احتياجاتك هذه الاتجاهات تسمى الفونج شوي الشخصي بمعنى أنه إنت وينما تروح عندك هذا الكنز هذا فعلا كنز بالنسبة لك إذا كان عندك لقاء عمل مثلا أقعد باتجاه الزوجة والنجاح أو أقعد باتجاه العلاقات أوكي إذا كان مثلا اللي ممززوجين بنات اللي حد الآن مززوجوا ينامون باتجاه فتنام باتجاه العلاقات يعني الفراش السرير يكون باتجاه العلاقات ولما تجلس سواء بالبيت بالمكتب بأي مكان تكون مواجهة لاتجاه العلاقات أنا إذا أحشي هناك بصورة عامة وليس فقط الرقم واحد أوكي إذا طلاب الجامعة أو حابين مثلا النجاح بالدراسة حتى النجاح في الأمل على فكرة التقدم الشخصي اتجاه التقدم الشخصي والتعليم أيضا ممتاز هذا الاتجاه يعمل أيضا على رفع وعيك تطورك يعني إذا أنت بقية تواجه هذا الاتجاه حتشوف نفسك عندك ولع وحب بالتعلم وبالتطور المستمر وبقراءة الكتب وهذا الشي طبعا راح يعمل على نجاحك أوكي كثير الأسئلة اللي توصلني يقولون أوكي نور زين يعني أنا شنو أحط يا رمز يا حجر يا صورة أحطها بالاتجاهات مالتي كل شي ما تحطون هذا الاتجاهات هي فنق شوي الشخصي لكم أوكي فقط تنامون بي وتجلسون بي فقط لا تحط رمز لا تحط صورة لا تحط لوحة لا تحط لون كل شي ما تحط فقط أريدك من عندك إنك تنام بي وتجلس بي وراح أشرح لك كي أوكي فإذا أنت حاب تحقق الثروة بحياتك أحرص على أن يكون اتجاه باب بيتك أو واجهة منزلك على الأقل باتجاه الثروة إليك مكتبك باتجاه الثروة أو جلوسك باتجاه الثروة إفراشك باتجاه الثروة وراح تلاحظ كيف الفرص أو الوفرة بصورة أعمى تتدفق بحياتك ومثل ما قلت لكم سابقا في فيديوهات الوفرة أو كلمة الوفرة مو فقط فلوس الوفرة ممكن تعني العلاقات ممكن الصحة ممكن أشخاص مساعدين ممكن كثير أمور ولو أنت طبقت الفونق شوي على بيتك مع هذه الاتجاهات مع يعني الرقمك الشخصي نمت وجلست باتجاهات رح تحقق ثروة هائلة لاحظ هذه الصورة هذه بصورة عامة لكل الأرقام وليس فقط واحد فقط للتوضيح بصورة عامة لما أنت تعرف رقمك وتعرف اتجاهك يعني وفقان مثلا هذه الكنبة في البيت يعني مثلا بالنسبة إلي بالبيت غير الديكور البيت بحيث أنه أكون دائما جاء المكان الأجلس بي يكون دائما مواجه لاتجاه الثروة والنجاح أوكي فطبعا مع عليكم بالرسومات تضحك هذه المثلا لو كانت كنبة أو كانت مثلا المكتب يعني تخيل مكتبك هنا يكون اتجاهك الإيجابي قدامك أمامك يعني مثلا لو مثل ما شفت الورقة اتجاه الجنوب الشرقي رقم واحد مثلا اتجاه الجنوب الشرقي هو اتجاه السهوة والنجاح فتكون مواجه للجنوب الشرقي يعني تقعد بوجهك أو قدامك الجنوب الشرقي هذا كمثال بصورة عامة وليس لأنه سابقا أنا شرحت هذا الموضوع مطيت مثال قلت لهم مثلا إذا كان اتجاهك الإيجابي هو الجنوب فتوقعوا بعض الأشخاص وكل اتجاهاتهم هي الجنوب فلا يعني أنت أحكي بصورة عامة اتجاهك الإيجابي يكون مواجه لك عند الجلوس أوكي عند الجلوس لما تنام موقع فغاشك يكون باتجاهك الإيجابي بحيث المخدة مواجه الاتجاه الإيجابي أنت تنام تخيل طاقة الاتجاه الإيجابي تفوت من المركز الطاقي الموجود في رأس وتغذي جسدك بالطاقة فهذا لما تنام لكن شوف الفرق لما أنت تكون جالس يكون قدامك لما أنت نايم لا الطاقة تدخل من الرأس يعني من المخدة أو موقع الصغير بعض الحالات يعني الزوجة والزوجة تخيل فرحت ما عف من هي الزوجة من هو الزوجة المهم فمثلا يكون مثلا أحد من أدهم يقول أنه أنا ما أقدر يعني اتجاهاتنا مختلفة هو شمال أنا شرق ما دره شنو إلى آخر فممكن بهالحالات أنك فقط تميل المخدة باتجاهك الإيجابي بنية مع وضع النية ركز على النية يعني أنا أنوي أنني أميل المخدة مالتي بهالاتجاه بنية أنني أستلم الطاقة الاتجاه الإيجابي يعني إذا كان اتجاهك الإيجابي يكون هو بهالزاوية وليس هنا يعني شف هنا مثلا الاتجاهك الإيجابي جاي مننا لكن هذه الزوجة لو فرض ما اتجاهها يكون زاوية أوكي ففقط تميل المخدة لاتجاهك الإيجابي شوف فيه وين منها الجهة ميلي منها الجهة ميلي منناك أوكي وبذلك انحلت المشكلة نكجة لسالفة إنه أنت رقمك واحد أنصرك مي وين أنصر هل بغير وقالها أوكي آه أنصرك هو المي أوكي شو رح تستفاد الاستفادة شلو حتى تقوي طاقتك بداية خلي يكون الرقم واحد هو بالنسبة إليك أوكي مثل سنة ميلادك على فكرة سنة ميلادك سواء مثلا إذا تجريت مواليد تسعة وتسعين أوكي يكون الرقم تسعة وتسعين هو أو حتى مو فقط السنة ممكن يوم الميلاد يعني مثلا إنت تسعة تسعة خلينا نقول ولادة يوم تسعة شهر تسعة في يوم تسعة هو يكون إليك اللكي النمبر أيضا رقم واحد ممكن يكون حساب البنجماتك الباسور أو شوف أي شي اختار في رقم تسعة طبعا هدا أحشي كمثال إذا كان ميلادك إذا كان ميلادك يوم تسعة شهر تسعة أو سنة تسعين أوكي أو اكتفي إنك تعتمد على رقم واحد هو يكون اللكي نبض تمام نجي أنصر المي شون أنا أستفاد من أنصر المي بحياتي وبتقويات طاقتي أولا تلبس الألوان الخاصة باللون المي وهي لون الأسود ولون الأزرق بتدرجاته البعض يستغرب شون الأسود هو يعني بالعكس في طاقة المكان في فلسف تلفون شوي اللون الأسود يرمز لطاقة الماء الين يعني الطاقة الأنثوية الين والأزرق هو لون الماء الين الطاقة الذكورية أو النشط أو الحركة فممكن تبس اللون الأسود أو الأزرق اعتمد بأكسسوارات حتى لو لبست أحجار كريمة اختار الأحجار الكريمة اللون أزرق مثلا أو مثل التورمالين حجر التورمالين لون أسود فممكن أنك تلبسه أو تلبس الفيروز حجر الفيروز لون أزرق الإكوامارين أيضا على لون أزرق يعني شوف الأحجار الكريمة إذا أنت حاب الأحجار طبعا وأني أنصح الكل تلبس أحجار بعض الأشخاص يقولون زي أنا عصرنا أقض حتى أني ألبس أحجار أنت أحجي على اللون إذا أنت مثلا عاجبك وتحب الأحجار كريمة ممكن تلبس الأحجار اللي لونها الأزرق أو الأسود لأنه العناصر الدائمة اللي قوي عنصر المي هو المأدن فممكن أنك تلبس الذهب تلبس الفضة يعني الأكسسوارات المأدنية الألوان المأدنية أيضا لأنه هذا الشيء رح أيضا يغذي طاقتك أكثر يعني مثلا شوفوا أنا مثلا بالنسبة لي أنا عنصري معدن وحسب دورة العناصر عنصر الأرض هو الدائم للمأدن بتشوفوني هواية ألبس أحجار كريمة حتى صبغ أظافري يعني شوفوا مثلا صبغ أظافري لونه أبيض وقبلها كان لونه بيج مع ذهبي فكأنما جماعة اللون البيج هو عنصر الأرض واللون الذهبي بعنصر المأدن فبالنسبة اللون الأبيض هو يعتبر المأدن ممكن حتى يعني صبغ الأظافر بالنسبة للنساء اللي حابين يصبون أظافرهم أيضا يختارون الألوان اللي تناسب طاقتهم أوكي سواء المي أو المأدن الألوان المأدنية فرقم تمراجعة سريعة اللي رقم واحد من هذه السنوات عصرك هو المي الداعم إلك هو المأدن أوكي ممكن تبس مثلا الملابس ألوان الأزرق أو الأسود وممكن تبس يعني إكسوارات معدنية تلبس فضة تلبس ذهب هذه الشي رح يساعد إطاقتك وقويها أيضا حتى إذا أنت صاحب شركة مثلا أو حتى إتي تاجرة وتريدين يساوين اللوغا فتختارين اللون المأدن مع اللون المي أوكي ممكن تختارين مثلا اللون الأسود مع الذهبي وهو أصلا اللون الأسود وعلى الذهبي يعتبر من ألوان طاقة الثراء أوكي فالأسود يرمز للمي والذهبي يرمز للمأدن لكن حاول إنه يكون المأدن يعني أكثر من الأسود لأنه طاقة تحت تكون ينغ فيقوي اللوغا هاي فقط للاشخاص اللي رقمه واحد فحتى تحقق الثراء من خلال رقمك الطاقي وأنصرك تلبس الألوان والمناسبة إليك والأنصر المناسب تنام باتجاه الثروة وتكون أصلاً مطبق ركن الثروة في البيت ممكن ترجع الفيديو سابق علي عندي أفرام في قناتي اليوتيوب شرحت وتكتب إليك وتحرص على أنه يكون اتجاه بيتك أو مكتبك باتجاه الثروة والنجاح إليك تحرص على أنك دائماً تجلس بالتلمة بالتفصيل الممتع عن ركن الثروة بذلك تكون أنت دخلت ضمن طاقة الثروة ودخلت طاقة الشيء الخاصة بالثروة إلى حياتك وإلى حقلك الطاقي ملاحظة هاما بالنسبة لإتجاه الصحة حاول وإنت تاكل أكلك يعني على طاولة الطعام لما تجلس على طاولة الطعام تكون مواجه لإتجاه الصحة هذا الحشي طبعاً يعني بصورة عامة لكل الأرقام أحرص أنك لما يعني تجلس على طاولة الطعام لتكون مواجه لإتجاه الصحة حتى يعني يفضل أنه كل أفراد الآائلة يعني ربة البيت يعني ترتب كل كرسي بإتجاه الصحة لكل شخص لإتجاه الصحة للزاوج للإبن للإبنة وأكيد إلها وحاب أنطيكم معلومة سرية بالنسبة للإتجاهات الخاصة بيك أوكي طبعاً هذه المعلومة هي لدورة الطاقة المكان لحياة المعاصرة حاب أشاركها وياكم إذا أنت جلست باتجاه قطري يعني شوف اتجاه الجنوب والشمال ومواجه الشمال فحتكون مكان جلوسك هو اتجاه إيجابي إليك وإنت أيضاً تكون مواجه لاتجاه بغب النظر على أنه هي كان اتجاه علاقات أو تقدم شخصي أو واتأثر لما تجلس باتجاه قطري يعني أنت تكون جالس بالجنوب إيجابي إليك فرح تاخذ طاقة اتجاهين طاقة جلوسك وطاقة الاتجاه المواجه إليك فتكون طاقاتك بأعلى ما يكون أوكي سواء كانت يعني هذا الاتجاه القطري سواء كان علاقات تقدم شخصي صحة ثروة إلى آخر فهذا ونكمل غداً إن شاء الله على الرقم 2 والسنوات والاتجاهات وبقية التفاصيل ترجمة نانسي قنقر